يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو انا هكعد اراجع معكم مسار محلل البيانات بلغة بايثون من منصة داتا كامب. في هذا الفيديو هنقعد مع بعض نعرف اشياء الدورات لموجودة في هذا المسار وهل المسار ذا كافي لك انك تكون محلل البيانات بلغة بايثون واشياء الدورات اللي مشروحة في هذا المسار فهي لو نقول بسم الله ونبدأ الفيديو طيب بما انه المسار حيعلمني اكون محل البيانات بلغة بايثون فالمفروض المسار ده يكون مكون من جزئين. جزء الاول يكون عبارة عن دورات في لغة بايثون. بعدين جزء الثاني يكون عبارة عن دورات في مجال تحليل البيانات. فيلا نشوف مع بعض. المفروض المفروض انه هذا المسار يعطيني على القل دورتين او ثلاث دورات في لغة بايثون. على اساس ان انا قبل ما اتعلم تحليل البيانات بلغة بايثون لازم اكون عارف اللغة اللي انا هستخدمها اللي هي لغة بايثون. فيعطيني دورة مقدمة في لغة بايثون يعني introduction يعني كورس مرة للمبتدئين مستوى متوسط شوية وإذا أداني أدفانس أو متقدم يكون أفضل برضو ولكن هذه الدورتين لازم تكون موجودة بكثير أنه أول واحد لازم يكون موجود فخلصنا من جزئية الكودينج سكيلز اللي هي المهارات البرمجية هنيجي ما هنا على مهارات الرياضية اللي هي الرياضيات طيب خلينا هنا نروح مع بعض على ال bin diagram ده هنا عندنا data analysis versus data science يعني محل البيانات مقابل عالم بيانات هذا الجزء محل البيانات وهذا الجزء عالم البيانات وهذا الجزء اللي هو يعني يتقاطع ما بين عالم بيانات والمحل البيانات المحل البيانات لازم يعرف يصور البيانات اللي هي visualization ويعامل dashboards ويستخدم تحليلات في مجال البيزنس وعالم بيانات طبعا يعرف أشياء كثيرة ولكن هنا هم يحطين الماث اللي هو calculus التفاضل والتكامل و linear algebra اللي هو الجبرة الخطي ولكن هنا عندنا المهارات اللي لازم عالم بيانات ومحل البيانات اللي يعرفوها اللي هي لغة python و sql ليش sql اللي نحن قاعدين نتعامل مع البيانات فلازم نعرف نستخدم sql sql هي لغة نستخدمها لاستخراج البيانات من قاعد البيانات و r برضه لغة احصائية وكيف أن نظف البيانات وكيف أصور البيانات اللي هي exploratory data analysis اللي هي مرحلة اكساسة شافية للبيانات من ناحية اللي هذا اللي يهمنا الآن بما نكون قاعدين نتكلم المهارات الرياضية انه لازم الإحصاء عالم بيانات ومحل البيانات اللي يعرفوهم يعرفوا إحصاء فهنا في مجال في الجزئية الرياضيات لازم المسار اشرح لدورة أو دورتين في مجال الإحصاء بلغة بايثون اذا شرح لي كمان احتمالات اللي بلغة بايثون هيكون شي جميل ولكن هذا الشي لازم يكون موجود هذا شي يعتبر شي أساسي نيجي الآن في مهارات بتحليل البيانات بما أنا قاعد أتعامل مع البيانات فأنا لازم أتعلم كيف أحلل البيانات وأحلل البيانات يعني إيش يعني أستخدم إحصاء عليها أعملها data visualization أبني لي شوية مداش بوض بسنو شوية basic charts and advanced charts اللي هي رسومات البيانية اللي زي كده histogram هذا مرموها histogram هذا histogram أوكي أعمل بايشارت كيف أتعامل مع categorical data كل هدي بايثون كيف بما أنا قاعد أتعامل مع بايثون فلازم يكون شارح اللي هي الباندا اللي هي الباكيج اللي يستخدم في بايثون للتعامل مع البيانات بما أنا قاعد أتعامل مع data visualization فلازم يعلمني matlotlib seaborn وبوكي هذي كلها packages أو مكتبات تستخدم في تصوير البيانات في data visualization في لغة بايثون فهذا الأشياء لازم تكون موجودة في المسار عندنا المسار اللي هو المهارات القواعد البيانات لازم يعطيني شوية دورات في SQL وشوية SQL متقدم لأنه أنا كمحل البيانات أقعد أطلع البيانات من القواعد البيانات وفي الأخير لازم يعطيني شوية دورات في مجال الEDA لأنه أغلب الشغل حقها محل البيانات حيكون أنه يسوي EDA ويعطيها لعالم البيانات فالEDA يأخذ جزء مرة كبيرة على فكرة EDA هو أصلا تحليل البيانات يعني EDA أنا قاعد أستكشف البيانات وأستكشف عن طريق أعمل تحليلات إحصائية وتصوير البيانات وكمان من الأشياء اللي أنا أتعامل معها في تحليل البيانات اللي هو أتعامل مع البيانات المفقودة اللي هي DEALING WITH MISSING DATA ولازم يكون شارحة للباكيجات بالنسبة لنا هنا في البيثون باكيجات زي Numpy لتعامل مع الأرقام Pandas لتعامل مع DataFrames والMateBotlib والSeaborn والبوكي اللي هي تعامل مع فالآن خلينا نروح الموقع ونشوف مع بعض هل الشايدية اللي أنا ذكرتها هل هي موجودة في المسار ولا لا ولا تنسوا تشتركوا في مرصة من الرابط الموجود في صندوق البصر تحت يلا نروح على موقع ونشوف مع بعض طيب نحن الآن على موقع ونروح على ونشوف عندنا مجموعة من التراكات المليانة ونشوف نحن اللي بنراجع اللي هو محل البيانات بلغة بايثون اللي هو دا تاتا آناليست أوكي بايثون هذا هو طيب قبل ما نشوف الكورسات اللي موجودة في هذه المسار لازم نعرف خلنا نراجع شوية الكلام اللي قلناه في الأسلادات انه بما اني أنا قاعد أتعلم تحليل البيانات بلغة بايثون فالمسار دا لازم يعطيني دورات في بايثون ويعطيني دورات في مجال تحليل البيانات ايش يعني دورات في مجال تحليل البيانات يش يحتاج احتاج اني كيف اتعامل مع البيانات كيف اتعامل مع البيانات المفقودة كيف اصور البيانات كيف اجيب البيانات عن طريق الويب سكراب produit او عن طريق الاسكيل اللي كانت موجودة في داتا بيس. ايش كمان? كمحل البيانات لازم تكون في دورات في الاحصاء او في الرياضيات لاني انا استخدم او تحليلات الاحصائية على البيانات عشان استخرج المعلومات. ايش كمان? عندنا اكس اي دي اي اي اكسبراتوري داتا اناليسيس اللي هي المرحلة اكسر شافية للبيانات. فهذه الدورات اللي تكون موجودة في داتا اناليس. طب ايش الموجودة ايش الدورات اللي لازم تكون موجودة في بايثون. اه مقدمة في بايثون. اه مقدمة اه في الباكيجات اللي هستخدمها في بايثون زي النام باي. زي الماتلوت لب بوكي سي بورن بانداس. اه اه فهذه هي الدورات. طيب خليني نشوف مع بعض. المسار يحتوي على ستاشر كورس. واثنين وستين ساعة. اول كورس موجود عندنا اللي هو عم قدمة في علمي البيانات ببايثون. طبعا ايش دخلني في علمي البيانات. انا ده هين في مسار ايش تحليل البيانات. ليش? انه هنا هيعلمك على كيف تدرجي البيانات في بانداس. كيف تستخدم مات بوت ليب. شنوع البلوتس اللي عندك. فتقدر تقول الدورة هاده جدا مناسبة للعلماء البيانات. ومحللية البيانات. لانها دورة متقدمة. ولكن ولكن ولكن. اذا انت مرة مبتدئ. حدطر تاخد على دورة دورة واحدة قبل ما تبدأ الدورة هاده اسمها. مقدمة في بايثون. المقدمة في بايثون هتاخدك من البداية. ايش هي دورة مجانية هاده دورة مجانية هاده دورة مجانية هاتكید ما زال دورة مجانية. بعد ما تاخدt reproduction to python تروح تاخدش introduction to data science in python. okey يعني تاخد erect two python اول غادي تجي المزار تحليل البيانات باللغة بايثون. تبدأ بالمزار لهم. اول متقدم شوية اللي كانت تاخد تخzeitig المستوى المتقدم شوية. اللي هو المستوى المتوسط. بعد ما تخلص الدورتين هادي عندك. طيب عندك هنا اشي اسمه تضبط عليه. وتروح. تسوي. هنا يطلع لك ايش مجموعة من الكود يقول لك يا الاكتب الكود اللي هنا. عشان يطلع لي. تكتب الكود اللي هنا مسلا تبغى اي شي. سيسبمت انسر. بعد ان في الاخير يقول لك هل انسر هكيك صح ولا لا. وهكذا. يعني تخلص الاسئلة كلها. بعد ان يقول لك كم مستوىك. فيمشي معك حبة حبة من بداية. ديك اسئلة سهلة. بعد ان شوية صعبة صعبة صعبة. طيب. بعد ما نخلص من الاسسمنت نبدأ بالكور كورسيز اللي هي التعامل مع البيانات. هنا هتتعلم بانداز. هتبدأ تاخد دورات متقدمة في بانداز. بعد ان هنا عندك اسسمنت. بس هدي المرة الخاصة للدورتين دي. اللي هي كيف تتعامل مع البيانات. لا تاخد اسسمنت دا الا ما تكون مخلصة اسسمنت دا. لانه هذا يعتمد بالكامل على هذا. حتى انه اسسمنت هذا يعتمد على الدورة هاته. لانه هنا في الدورة هتبدأ تتعامل مع البيانات على طول بلغة بايثون. فاذا عندما زالت اللغة بايثون داك شوية ضعيفة. لا تااا. يعني لا تروح للدورة اللي هنا. لان ما تزبط المهارات حقتك هنا. في البايثون. تمام? فيعني لا تسحب على السكيل اسسمنت. بعد ما نخلص من الدورتين دي عندنا آآ دورات في تصوير البيانات. حن في دورتين عن ما تبطلب واحدة واحدة تانية في السي بورن. ما اعتقدني في واحدة اللي بوكي. اشوف اذا مكتوبة في بوكي او لا. بوكي. فيه. في واحدة. بس انها خارج المسار. طيب بعدنا عندك كيف تتعامل مع البيانات. يعني كورسين عشان كيف تستدرج البيانات. هذا شي جدا جميل. بعدنا السكيل اسسمنت لليمبورتنج داتا. بعدنا كيف تتنظف البيانات كليلينك داتا ان بايثون. كيف تعمل اي دي اي بايثون. اه كيف تعمل اه هذا هذا مشروع تستهدمه. يعني بعد ما تستاخد الدورة اكسبورين داتا اناليسس ان ان بايثون. اللي هو اي دي ا ان بايثون. تعمل نشط سيء اللي تتعلمتو هنا. كمشروع هنا. بعد انت تتعامل مع. بعدنا في دورة تعلمك على اسكيويل طبعا. اسكيويل مرء مهم كمحل البيانات لانك انت. ايش? اه يكون عندك داتا بيس. وطلع البيانات من ال الاتباس فتستطر تستخدم اسكيويل. اه عندك بعض الدورات هنا اه شوية في باندس كيف تعمل مع البيانات. هاي دورة اه اساسيات اه قواعد البيانات بلغة اسكيويل وكيف تعمل جوين لداتا في الاسكيويل لتربطه مع بعض. وهنا مقدمة في قواعد البيانات بلغة بايثون. في شيء نحنا شفنا انه هنا ما فيه اي كورس على الاحصار. بس هل في كورس عن الاحصار. خلينا نشوف ما بعض. نكتب استاتيستيكس. فعندك استاتيستيكال thinking in python part one و part two. عندك محاكاة الاحصائية ببايثون. فعندك كده تقول حوالي اربعة كورسات في مجال الاحصاء. اذا ما لقيت. اذا 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 تبقى تتعلم احصاء. تبقى تتعلم الاحصاء عن طريق المسار اللي اسمه استاتيشن with R. هتقولي طب هذي بلغة R. ايا بس انت تتعلم ايش احصاء. فانت اه اتعلم الاحصاء من المسار ده بس ما تيجي تطبقه وتطبقه بالبايثون. وبعد ما تخلص من ده كله. تخلص من المسار المسار لتحليل البيانات. انصحك تروح للبروجيكتات اللي هنا. وتقول له يا حبيبي اعمل الفلتر. قل له اديني كل المشاريع اللي موجودة ببايثون. ومسلا انا ابغاها في تصوير البيانات. سوري هذي. فيطلع لك هنا مشاريع اللي هي تستخدم بلغة بايثون. شايفيني علامة البايثون فوق. هذي كلها. ايش? اه مسلا تحليل بيانات من التلفزيون. تضغط عليه يفكل لك المشروع. ويقول لك ايش هو المشروع. تمام? هنسوي عشان نشوف من جوه كيف شكله. اه ما ما تروح للمشروع لما تكون مخلص المسار عشان اه تمارس اه تمارس اه 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 اشي اسمه? كل شي تعلمته. من البداية للنهاية. واحلى شايفيه هنا انه كل شي مشروح. بعد ما تخلص من المشروع اللي هنا وتكتبه وتاكله. وتعمل ويقول لك انه خلصت كل شي تمام صح. في الاخير هم ديك تنزل ايش النوتبوك هذي. وتحطها فين في القيتهب. فهذه حركة جدا جميلة. تمام? فهذه كانت مراجعتنا. اه لا تنسى تعمل لايك وسبسكرايب. وشارك الفيديو اذا حسيت واستفد. واذا ناويت تشترك في داتا كامب اه اشترك عن طريق الرابط اللي موجود في الصندوق الوصف التحت لانه احتمال كبير يكون فيه له خصم. واذا اشتركت اشترك سنوي لانه سيطلع لك ارخص والمسارات هذي كبيرة تاخد وقت. وذاكرة على ماهلك لا تستعجل. واذا ما انت قاعدل على السنوي اخذ لك شهري واجرب بنفسك. واعتقد انهم ريفاند بوليسي كويس. يعني يجريك ترجع فلوسك اذا ما اعجبك. وجرب الكورسات المجانية كمان فيها. ترا فيها كورسات مجانية. واغغب الكورسات اول فصل في الكورس يكون مجاني. فمديك دي جرب قبل ما تشتري حتى. فشكرا لكم. واشوفكم في الفيديو القادم. مع السلامة.